طيب هنروح لكرة الطائرة رجال والحمد لله يعني ماشيين زي الفل كسبنا ست جولات اللي فاتوا او سبع جولات اللي فاتوا بشكل جاي جدا في مجموعتنا ودي طبعا لقطات من المباراة اللي فاتت دي الزهور على طول اللي كنا زيناها لحضراتكم الاسبوع ده النادي اللي عنده مباراته القادمة مع اسكندرية البترول واحنا جاهزين الحمد لله وهتتلاع بيوم جمعة جاية على صالة الاتحاد السكندرية بالشاطبي وزي ما حضراتكم عارفين محمد عادل كانت صاف في المباراة دي محمد عادل كانت صاف في المباراة دي وهو على فكرة هيجيب اسبوعين ان شاء الله بس يعني ان شاء الله اسبوعين يكون في الملعب وبدأ طبعا بالاضافة لإصابة عبد الرحمن سعودي واللي عنده إصابة في إيده شرخي بيستقبل كرة عادية جدا جاله شرخي في إيده وللأسف هيجيب حوالي 6 أسابيع أو 5 أسابيع والمشكلة أن الإصابتين جايين في مركز سنتر بلوك يعني الاتنين زي ما جايين في البسكت في مركز أربعة جايين في الطائرة في السنتر بلوك بس الطائرة الحمد لله عندنا سكواد كويس قوي عندنا اتنين لعبها في المركز ده عبوا وعندنا كمان مين كمان يا جمان وعندنا عسران لا لا مش عندنا عسران عندنا سعودي أنا آسف سعودي ده مصاب خلاص عندنا 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 عبد محسن اللي عندنا ومعانا كمان عبوا الاتنين دول اللي لسه الحمد لله ما تصابوش في السنتر بلوك الاثنين اللي صابوا يعني احنا عندنا اربعة في اثنين يصيبوا واثنين بلعبوا ان شاء الله قضيين هما يعدوا المباراتين تاتا اللي جايين لغاية ما يرجع عادل وبعد كده تلات اربعة مبارات تانين ويرجع ان شاء الله بفضل الله ان شاء الله بالسلامة سعودي